هداعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة مقهى الثقافية مقهى الثقافية أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني مبرنيمج مقهى الثقافية اليوم الخميس عندما كنت مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر في متابعاتنا الثقافية وفي استضافتنا عبر الهاتف وفي الستوديو نواصل هذا اللقاء في حديثنا الجزء الثاني السينما وبانوراما الفيلم القصير يعود بين المهرجين في تونس دورته الثالثة حضر معي في الستوديو كاميل عويج هو مدير هذا المهرجين سباح النور أهلا وسهلا سباح خير في تونس سباح خير كل المسلمين إذا التونس الثقافية نعم مرحبا بك مهرجين البانوراما للفيلم القصير بشيقع تنظيمه في شهر مارس الأسبوعين القادمين إن شاء الله إحنا واحد مارس تقريبا خمستاشين يوم خمستاشين يوم بضبط أحكينا على جديدك في هذه الدورة ولكن قبل ما نحكيه حتى على جديد في هذه الدورة خلنا نحكيه على دورتين سبقتين كان هذه الدورة الثالثة فما دورة ثانية ودورة أولى كيف يش كان تنظيم وشن هو الجديد فيما بعد؟ أول حاجة شكرا على السيد هافا أعيشك ثاني حاجة مهرجين البانوراما للفيلم القصير هي الدورة ثالثة سنة 2018 الدورة الأولى كانت في سنة 2016 يوميه ثلاثة وأربعة دسمبر يوميه ثلاثة وأربعة دسمبر 2016 بفضاء كارمن بدونس العاصمة شهد الفكرة قابلت أنا والمدير للفضاء كارمن قلت له هل هناك من الإمكانين نعمل مهرجين خاص للشباب المهتمين بالأخر الأخبار المهتمين بالفن السابع وقال هي رحبت رحبت الفكرة وكل شي كانت الفكرة حكيت مع المديرة كانت في أكتوبر 2016 وعلى شهرين لقيت برشا لقيت برشا أفلام أفلام تونسي وأفلام أجنبية شاركوا في المهرجين وحمد الله صحيح كانت هناك صعوبة في المهرجين في البدايات لكن الحمد لله كانت ناجحة في الدورة الأولى الدورة الأولى والدورة الثانية والدورة الثالثة كما تعرف فاتن أنه لا يوجد دعم مادي لا يوجد لا يوجد المستجهرين نعمل بالممكن بالممكن بالأمكانيات خاصة بشي نكون 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 في كل مستوى ونكون ناجحة الدورة الأولى عملتها في تونس الدورة الثانية عملتها في الشمال الغربي في المشاة في الباب قلت عليش الفكرة التي عينا قلت عليش ليه من أن تقلوش من تونس الخارج تونس من داخل الجمهورية هذه الفكرة قلت على خطر كما تعرف فاتن أنه لم يوجد هناك قاعد سينما في الجهات نعم قلت عليش ليه من عملوش مهارشان مش كل الجهات ولكن خاصة في المناطق كما نقول الصغيرة فعلا ما فيهش قاعد سينما ولي فعلا محتاجة أن يكون تمشي لها سينما وتتحرك مباشرة فيها تفضل حبيد حبيد يقول أنه ما قلت من دونس إلى مشهز البيب كنت فكرة ممتازة وحمد الله ناجحة بالرغم أنه أنه توقيت المهارشان كنت توقيت صباحي من العشرة الصباح اللي هو عملناه في جويلية في جويلية 2017 ولكن حمد الله كنت نجاح كبير ومعنط ما قلت نتصور هناك برشا برشا ناس يقوموا في الصباح بكري يمشيوا للدار ثقافة ولا دار شباب يقولوا يحضروا في المهرجين وهناك أيضا شاو مخرجين اللي شاكوا في الدولة الثانية وهناك النقاش شكور ولكن على مستوى إنه ما فاماش قاعة مخصة للسينما كيفاش كانت الفكرة وكيفاش كان العمل خميل عن في هذا الموضوع الفكرة كنت عندي التواصل مع واحد صعفي من المشيس الباب اكترحت علي قلت له عليش فماش ممكن يكون نقاطيك في المشيس الباب مع نشين البانوراما تكون في المشيس الباب قالي قال لي اي قالي لك لم هناك قاعة سينما في المشيس الباب قلت له باب مش مشكلة قاعة سينما ولا حاج المهم تكون ثقافة فذاء ثقافة إلى خيات قال يبي مشيت تقابلت مع المطير الفذاء الثقافة ده ثقافة مجيس الباب تقابلت معها قال قلب محربيك كمال ونوردنا وشرفنا وشيو عديد من الضيوف اللي شيو اللي باول دعوة من قبل الفضاء وايضا الجمهور اللي قام الحمد للقام العاشة تصويح ناشر وحيوية يتفرش في الأفلام بالنسبة للأفلام كتبار أتكلم عن هذا فهم أفلام دون سهي مشاركين فهم أفلام جيسئيري وأفلام فرنسية لطولة لولا عملت لفتتاح على فيلم من بلشيكيا ونطولة لولا عملت على النهاريين نهار لولا الأفلام قصيرة ونهارتين مني توكيومنتيخ مالدى عشرة وثيقية قصيرة سمحوني عشرة وثيقية قصيرة على كل حال هذا هو ودورة ثالثة إن شاء الله بشيكون هناك أفلام تونسية اللي هي فهمة ثلاثة أفلام تونسية فيلم شسائري وأسوز أفلام فرنسية بيهي أكيد بش نحكيه على دورة ثالثة لمهرجين بانوراما للفيلم القصير بش يكون في تونس هذه الصناعة اختيار منك وبفضاء كرمل المجوة تحية لمدير ما تم كاثر ثاوي كاثر ثاوي طبعا كان ضيفتي في الأستوديو وحكينا على هذا الفضاء الثقافي المهم اللي قاعد خاصة في الموقع عم تعمل موقع استراتيجي ومهم تقريبا في تونس لهنا قريبا بين بابلعسل لما عم تقريب في تونس العاصمة مهم جدا إن يكون فهمة فضاءات ثقافية عامة أو خاصة هذا مش مهم ولكن مهم إن يكون فهمة متابعة ثقافية وتكون فهمة فضاءات يعني للاستقطاب للشباب خاصة في تقديم انتجتهم الجديدة وتشجيعهم على الإضافة على مختلف المستويات بما فيها سينيما اكيد هي هي ما تم كاثر نشكرها اللي هي تدعم الفضاء ثقافة تحية وهي تدعم الشباب في كل المشالات سوى في المسرح سوى في السينيما ولا في الموسيقى إلى غير ذلك آآ آخر مرة وقت كنت معها في اللقاء قاتل قاتل كاميل في كل وقت محرفة بهك وفضاء مفتوح لك أنت ومحرفة بهك في الفضاء الكرمن آآ أنا قلت آآ أنا قلت آآ إنه بشترش آآ يعود آآ يعود المهرشين في تونس العاصمة آآ 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 دي علاقاته هناك كثير من من طلب طلبات يحبوا يكونوا مهرجين طولة طولة ثلاثة بشترش في التونس عليش ما تكون مش مش ما تكونش تيمة في الشهيد خليني نعود لنشعب في تونس رشعرنا في تونس آآ آآ اختيار رغبات آآ 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 الفيلم القصير نسمعه ما قويها هويك نبيها كاراوليو نرجم وصلت لقائنا أهلا وسهلا وصلت لقائنا المباشر في برنامج مقه الثقافية ونحكيه على مهرجين بانوراما الفيلم القصير والتحقت بنا ضيفتنا في الاستوديو نورس الزريعي مخرجة سينمائية جديدة وشابة وأكيد عندنا برشة طموحات أهلا وسهلا نورس سلامة نشكر على الاستضافة مرحبا بالسيدة المستمعين يعيشك ومرحبا بيك عندك هذي المشاركة الأولى بالنسبة لك في مهرجين بانوراما فيلم قصير اول مرة اول مرة وطبعا بتشجيع كمالعويج لانه هو شاب ويشجع شابه بلي كيفه مضلأ اي احنا بش نحكيه معاك على مشاركتك في هذي الفيلم في هذي المهرجين وبش نحكيه على فيلمك الفيلم الخاص اللي عنوانه ارتواء 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 نشوفه عليه ارتواء هذيه واحنا ما حوجنا الارتواء الثقافي الارتواء الفني الارتواء السينمائي الموسيقي كل المجالات اكيد همنا يكون فيها متابعات ويكون فيها ارتواء كمال حكينا على المهرجين البانوراما فيلم القصير كان في دورة اولى كان في تونس ومرة ثانية كان في مجلز الباب واخترتوا اني بش يكون هذي السناء كيف كيف في تونس علش كان هذي السناء اختيار في تونس ما كانش فيه ولاية من ولايتنا اخرى باعتبارك تحب تركز على اللا مركزية على خطر اقترت الدونس على خطر كما قلت قبل قليل فاتين انه برشا دونس قاتين يتلبوا مننا ويتواصلوا معنا على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك قالوا مثل بمهرجين ترشع الى دونس العاصمة على خطر فماش مثلا في التورة الثانية عنا صعوبة كبيرة خاصة في المخرجين اللي كانوا مشتركين في دونس مش موش ينتقلوا الى شمال الغربي قلنا عليش اللي في التونس لخلص اللم المخرجين اللي في التونس مش يكونوا في العاصمة معناتها وان شاء الله عن خريبا اذا كان هناك مثلا من مشاركين مثلا من منستير ولا من بنزرد ولا من سفيقس ولا اماكن اخرى علش لي معلتها نمشوا لماكن خديك معلتها معلتها ماهيش معلتها برنامج خاص او حاج كيك معلتها تكون هناك الامكانية معلتها نعم اكيد مهم ان يكون فاما انفتاح على مختلف الجهيد خاصة كما قلت انتي والنقطة مهمة نقنعنا نقص كبير في قاعات السينما هو حقيقة حتى في تونس العاصمة موجودة قاعات سينما ولكن اذا كان يصير فيها مهرجين كما ايام قرطاج السينماية ولا يكون مهرجين كبير اتولي فاما صعوبات في مستوى القاعات ولكن اعتقد انه دور كبير ومهم جدا مدينة الثقافة اللي بشقعة تتشينها قريبا كيف كيف في مارس وموجودة قاعة سينما كبيرة اكيد نزيد ونحكي واحنا حكينا على الفنون التشكيلية وفاما قاعات اللي خاصة بالسينما اللي تقريبا تجمع عدد 1800 شخص وهذه حاجة تميز ربما وميزة المدينة الثقافة شنو رأيك في مثل هذي انجازات كامل سبحاني انجاز به فرحان برشة اللي هناك متينة ثقافة اللي بشتبت ان شاء الله في الشهر مارس وعكيد ان شاء الله عليش لي قريبا يكون هناك المارسة البانورابة في المتينة الثقافية لكن ان شاء الله يكون هناك الدعم من وسارة ثقافة وحافظة على التراث نمشي نورس نورس تحكينا على تجربتك في السينما انت خطرت بش تمشي تقرأ سينما عليش اخترت تقرأ سينما؟ عليش اخترت نقرأ سينما انا من اللي صغيرة مغرومة من الول بالكتيبة اي ومعنتها امانا كي نكتب قصة ما انتها نتخيلها مصورة تخيلها فيلم في السيناريو ايه بعد معتها قلت يا نجم نخدم مخرجة معتها نعمل انا الفيلم نكتب القصة بعد قلت فما متاع سينما فرحت برش ثم تخصوص اخراج وقريتو ومازلت نقرأ فيه معنى ها ايه يعني انت تحصل توا على الشهادة الاجازة و توا ماجستير متاعك يعطيك الصحة ان شاء الله بتوفيق ليك في الدراسة ولكن انا اعتقد ان مسألت انك تكون تكتب وفي نفس الوقت تقدم اخراج للفيلم مسألة سعيبة معناتها مش سهل بش تلقى انسان هو اللي يكتبوا في نفس الوقت يخرجكم هي يكون متعدد المواب ولكن كتجربة وانتي مزيد في بدايتك اعتقد اصعب الحكاية صحيح هي اصعب ولكن العبد لازمون دي مع هاكا يقرأ برشة كتب ويتفرش في برشة افليم ومشي تجيه ما تكون عنده دي ريفيرانس بش يتبع المجيل الاختصاص اللي انتي فيه وتنرجم تجيه الافكار بيه تحكينا الفيلم فيلم ارتوي فيلم جديد بشي تعرض اول مرة في المهرجين ولا تعرض اقبل في مهرجين بانوراما اول مرة لكن تعرض في مهرجين تخرين اول مهرجين مهرجين فيلم الهويت بق ليبيا وتعرض في مهرجين الفيلم القصير بقيبس في فستيفال تونيسين لباق برامير ايدسيان وفي الخارج تعرض في بيريس جورني دي كورميتراج تونيزيان وتعرض في ايطاليا في سالفيانو فيلم فستيفال وخذي البريد ببليك اهي ان شاء الله مبروك عليك الجائزة يعطيك الصحة جائزة الجمهور في قتلي فيه سالفيانو فيلم فستيفال يعطيك الصحة ان شاء الله هكا دي ما يكون نجاحات متواصلة ويكون فاما انتاج غزير في السينما اخر نحكيه على كتابة سينمائية وانتي تعرف ان السيناريو كيما قلت انتي نقطة مهما ما يكون فيلم الا ما يكون فاما نس لكن في تونس تحسش فاما صعوبة في مسألة الكتابة الخاصة بالسيناريو والسينمائي يكون النص مكتوبي ولا فيلم في حد ذاته انت بعت الحاجة دي ما تكون فاما صعوبة ويكون دور المخرج كيفاش ينجم يتغلب على الصعوبة هذيك حسب النظرة متاعه بيعطيك صحة فيلم ارتواء علش اخترت اسم ارتواء القصة فيها ارتواء نشوقوا شوي الجمهور مش بش نعطيهم كل معطيين ولكن عطينا فكرة على الفكرة الارتواء انا هو يعني بالعربية كي الارض تتسقى ماتها بعد حال جفاف والانسان يرتوي بعض الضماء لكن انا كي اخترت العنوان موهوش ارتواء بالماء معناها هذي ارتواء نفس للشخصية اللي هي معنطها بش نعطي نبضة صغيرة من القصة اللي هي امرأ تحب تخرج من حانة الاكتئاب متاحة لتطلقى كيفاش تخرج من حانة الاكتئاب متاحة من خلال كتاب تقرأ فيها فيعني بش تقعد بشوي بشوي توصل لحاد الارتواء النفسية متاحة بيعطيك صحة الارتواء النفسي الارتواء السينمائي الفني كي ما قلنا وهذي حاجة بيعطيك صحة كميل فتح انا سيدة حابية تقول اللي قبل من نعمل مهرجين وإلى غايتين سيدة قريت سينما قريت سينما وعملت اخراج تسوس افلام قصيرة اه فيلم يحمل عنوان فيسبوك لفيلم اه يحكي على مواقع التواصل الاشتماعي فيسبوك ويحكي على الموضوع على فيسبوك خصصته على الخيان الزوجية على فيسبوك عملت النسخة الاولى في 2010 ونسخة الثانية في 2015 ومثلت معنا المو مثلة كوثل بالحاش في النسخة الثانية وكان نسخة ثانية معنا من انتشي من انتشي الخاص وبعط الفيلم عملت سلسلة سلسلة على الانترنت يحمل عنوان اسمه ركز تحصل هو مسلسل لكن ما فيهوش سيناريو معنا عملتها تكون مسلسل واقعي معنا نعطي فها سلسلة كما نقوله متواصلة سلسلة متواصلة لكن واقعي شبعنا انت واقعي معنا انت مفهماش مخترتناش يكون هونك سيناريو سيناريو من الشخصيات اه نقترح على الممثلين موضوع نقترح عليهم موضوع اه وفي هذا الممثل يحكيوا اي حاجة مثلا يحكيوا على الحب يحكيوا على الموسيقى يحكيوا على حاجة اخرى ولكن يحكيوا على طريقتهم الخاصة مثلا سبونتاني حوار سبونتاني عملت حالين ستة حلقات صورتهم في السيف وان شاء الله هناك الموسم الثاني ومثلت محمدلات شبع وقتاش تصويره ولكن بالامكانية خاصة عملت تصويره وحمد الله كنت هناك الاعجاب بالنسبة الفيلم بانونا عفل مهرجين لا قبل مهرجين الفيسبوك الفيسبوك الفيلم تعرض عمل في الجزائر في قناة الجزائرية خاصة ودعطي على تونس في الجزائر في 2016 في تونس ودعطي في 2017 في تلتة تونسية وكنت كنت قطبت الفيلم في فيسبوك للايين قطبت السينمائي ومهرجينين دي في تونس مهرجين 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 نعم ولكن هو الفيسبوك في علاقة للتواصل قنوات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على علاقات الأسرية وعلاقات السوجية وحتى للأطفال ونشوفوا معناتها الظاهرة الأخيرة لالعاب الإلكترونية في الخطة أسرح وطورها في كبير على كله بش يكون ان شاء الله يوم غد بالمناسبة وحسة خاصة بالموضوع هذا الإدمان على الأنترنت والألعاب الإلكترونية بش يكون حاضرة معايا مختصة في هذا المجال الحديث عن هذا الإدمان في برنامج الصحة النفسية لأنه موضوع يهم الناس الكل وكما قلت انتي الإشارة والإذاقة والإنارة فيما يخص استعمالات الفيسبوك والأنترنت الجوانب السلبية هو عنده جوانب إيجابية ولكن إذا كان ما يكونش حسن توظيفي هو ليفهمه جوانب سلبية كمال فضل تحب نحكي على المهرجين؟ بش نحب نحكي على المهرجين مهرجين بش نحكيوا على البرمجة الخاصة بالمهرجين بش يكون فيها أفلين في فضاء كرمن في تونس ونزيد ونحكيوا معه طبعا نورس على مشاركتها في هذا الفيلم وربما عندي شي جديد في الإخراج السينمائي بأنها مغرومة بالكتابة السيناريو في ناس الوقت بالإخراج نسمو همس الموج ونرجعوه همس الموج من يالب جاوي نواصلوا لقاءنا المباشر توقيت الآن حتيش ستة وربين دقيقة مرحبا بكل من التحق بناك كل من يتبعنا على واحد نقطة واحد مرحبا بكم تسمعونا وتشوفونا مرحبا بهذا اللقاء المباشر على موجات إدارة ثقافية نرجع مع نورس إزريعي مخرجة سينمائية كما حكيتنا منذ قليل عن مشاركة فيلم ارتواء في مهرجين بانوراما للفيلم القصير وشاركت به في تونس وخارج تونس كانت له مشاركة دولية مش فقط على المستوى العربي وتحصلت على جائزة الجمهور في أحد المشاركات وهذه حاجة به أكيدا عندك تحذيرات جديدة للفيلم آخر ولا مازلتش تواصل بالفيلم هذا يزموا تحسوا إنه ماخديش حظه كما يزم في تونس هو الفيلم هذا ما زلت بش نواصل به ما زلوا المهرجانات فما ما زلوا باشا مهرجانات قدامي لكن فرد وقت مانتاليزم نقدم ما نقعدش كان في الفيلم هذا وقعدا نكتب في سيناريو جديد وشنو توجه هاتك في السيناريو جديد شنو اختيارات شنو اللي لحظته في تونس ولا في غير تونس وحابة تكتب عليه موضوع هو أنا ما نتبعش حسب تونس نتبع حسب أنا أي شنو اللي تحب تحسيه ولا شنو اللي تحب توصله والناس تبع في السينما للجمهور بسي فعام ممكن نقول مانتها الطريق للسعادة هي كي واحد يعمل اللي هو في مخو مش كي يتبع مانتها العبيد ولا الزوق العام ولا مثلا مثلا هذي فكرة كي ما نقوله واحد يرسخ مبادئه في ذاته في شخصيته وتكوين شخصيته تكون خلال نفسه ومش من خلال الآخرين وساعاته ما تكون إلا بهذا الانتماء الذاتي كي ما نقوله اللي روحه أكثر من غيره كامل طبعا مشاركة في المهرجين بانوراما الفيلم القاسي مش يكون يوم ستاش مارس مش يكون يوم واحد ولا اي مش يكون يوم واحد ينهار شامعة ستاش مارس ٢٠١١٨ على الساعة ٦٧٧ بفضاء كالما اه كي بتعرف اه فاتن ادو اه الطورة اللولة الطورة الثينة كانت دخول اه ماشينا اما الطورة الثينة بعد بش كون مسألة الدعم اي مفهوم اي ورمزي في كل احوة بش كون دخول الطورة الثينة بش كون السعر رمزي ما عارش كون تقول ولا بقول شو ما السعر سعر رمزي ميس يش كون انا اه ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ باي والي مش كون وين يحب مثلا كيفش يحبوا يتواصلوا معاك اللي عندك صفحة خاصة رمزي ما هذا انفسوا اسفحه على الفيسبوك محطي يش كون موكبها على ما تقللات خيس فايسبوك.com.com.tvcctunesi يليش يش ايش يكش ياخد التثاكل والياخد المعلومات خيئت يش بتصل على ٧١٠٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ المتابعة أربع ومحببين ناس كل الفتاة مفتوحة لكم تماما المثابية ناس كل المحبين الفن السابعة الججع والشباب التوينسة بشكور نو هون هم الموجودين في هذا الفتاة بشكور نو هناك عروض الأفلام قصيرة وهناك أيضا حضور المخرجين والممثلين والتقنيين وهناك نقاش حلقة نقاش بعد الأفلام ثلاثة أفلام وشاركة هذه السنة في البرانورام ثلاثة أفلام دوينسة وفيلم شسيري وصوص أفلام فرنسية بيعطينا الأفلام بشي تكونوا شاركة الفيلم الأول يحمل عنوان فيلم مواء قويق لعشرة شخمون من تونس الفيلم الثاني كسكاد لإيماني من تونس فيلم سين الثالث للأسيوة لنورس سيري فيلم الرابع يومن لعسام التعجيد من شسير فيلم الخامس المسكول التلابي ليونيل فغل من فرنس وفيلم الأخير باتو شونس لأريك شاكلا به به يعني مجموعة بشي كون هذا؟ من نوعات شوية من نوعاتي من صحة تونسي عربي وفرنسي كما تعرف كما تعرف سمحنا على انقطاع فاتت كما تعرف كما تعرف أنو التورة الأولى كانت تورة به مميزة لكن عملنا كما قلت في الفيلم من بلجيكيا والاختتام بالفيلم الجزائري اللي بقيت الأفلام كلهم من أفلام أفلام تونسية مشاركين أفلام تونسية وقلت على شليف بعد فترة الثانية الثالث الرابع إلى خيث هلك هلك مشاركين من خارج تونس كما تلاحظ فاتت نتبر كله مخلشين من مخلشين من من شزائريين قاعدين يتنامسوا في الفيلم شكوين حاب يكون لولا شكوين حاب يتعد شكوين يلغا يترك على أي مقيس على أي مقيس وقع اختيار هذه الأفلام بشي تكون مشاركة في هذا المهرجين حسب 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 اختيار اختيار الافلام حسب القصة التال فيلم وحاجة اختارنا على قصة التال فيلم وشي تكون الاعجاب المشاهدة معنا اعجاب المفرش حسب الاعجاب المشاهدة طبعا بالمتابعة بالصفحة الخاصة بكم مواضح في الاختيارات الخاصة بكم ولكن مزد مواصف في فكرة انه يكون البانوراما مواجه للفيلم القصير فقط لو انه فعلا هناك مهرجانات مهتمة بالفيلم القصير فيلم الهويت فيلم السينما دولي ولكن انت اختيار منك ان يكون في الفيلم القصير ولا كيفاش كمال انا بالنسبة الاختيار بالنسبة سميت المهرجين اسم بانوراما الفيلم القصير سميت على خدر اختيار اه التعم للشباب للشباب معتهمش امكانيات الناس يقولوا امكانيات بشي عملوا الافلام طويلة معتهمش امكانيات لفكور انه عندهم افلام طويلة لخيات تلك خلنا علي السلام العملو اشباع نجان صغير بالطعم للشباب اللي عندهم افلام قصيرة او افلام افلام قصيرة كما تعرف فايتن انه اغلبيا نشاهده في القاعد سينما نشاهد برش الناس عندهم افلام موذيقية اشو توذيقية لكن اشو توذيقية طويلة معللا الساعة غرب الساعة غرب قلت عليش لي اه فتعمل التورة اللولة قلت عليش لي انه شباب شباب الهويت عليش معتهمش معتهمش فرصة بشي عملو التوكيمون طويلة عليش لي ميعملوش اه 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 اي وحاجة بايا في اي مقارتاج السينمائية دورة نجيب عياد اللي كان فيها هي الحقيقة كانت بل ما تتفرج في فيلم ريوائي طويل كان يعمل تقريبا كل متراج فيلم قاسير سواء ريوائي ولا وثائقي تقريبا مدو عشرين دقيقة او اقل ربما وكانت استحسنها لجمهور الفكرة لانه يخليك تفرج فيلم طويل لخطر نصورش انسي الناس باش تجي في اي مقارتاج السينمائية وانتي تعرف معناتها اكتذار في الايام باش يتبع فيلم فقط بمتر عشرين دقيقة ولكن كان مراوحة بين الافلام القاسيرة والافلام الطويلة اللي عندها دور كبير نورس اه الان عندك مشاركة فيلم قاسير ارتوي قديش مدو سلتاشن دقيقة سلتاشن دقيقة سلتاشن دقيقة اه حتى تتوفر الظروف لذلك هو انا نحب نعمل افلام قاسيرة في الوقت هيدا خاطر نتعلم منهم اول حاجة ومن هنا الوقت هتكون الظروف تولي ملئمة باش نجم نعمل فيلم طويل ان شاء الله نكون انا بدي مستعدة باش نعمل فيلم طويل حتخيط اكس بغيانس من الافلام القاسيرة اللي قدمتها طبعا فيلم عن فيلم وفي كل احوال ثلاثة والاربع فيلم ولي وفيلم طويل ان شاء الله بتغفيق ليك نورس وان شاء الله كما قولوا يحذر السيناريو وتقدم فيلم جديد وتحصل على جواز اخرين وربما في المسابقة هكا ولا فما مسابقة في المهرجين هذا كمان كمان نتور الثانية هناك نعمل بعروس وبقات نقاش اللقاء تكون نقاش وطبعا العبرة بالمشاركة العبرة بالمشاركة وهذه ميزة مهرجين بانوراما الفيلم القصير ان يكون فيها وجوه شابة وجديدة افلام الشبابية سيدي نعود تتكلم خاتنا نعرف الوقت يتهمنا برشا نعود تتكلم باش يكونوا معنا ما تنسي وشنا ما تشامع ستاش مارس الفين وثبنتاش بفضاء كلمان ما تنسي في المعلومات وشتاقت السيك واحد سبعين ثمانية مرحبا بكم ستاش مارس اللي هو يوم وطن اللباس التقليدي شوفوك في اللباس التقليدي والمجموعة المشاركة وعلى الساعة السالسة مسان مرحبا بالناس الكل مرحبا اكيد بالناس الكل وهذه حاجة تفرحنا شكرا لكم على حضوركم معنا في ستوديو ستة بضعة نص ثقافية كاميل عويج ونورس طبعا نورس زريعي نص ختام حساتنا تحيات شيدلي عرايبي مجدي مشرق في التنسيق الساحة في الحاسة مروين بدوي اذا عدوا تونس الثقافية الوان من الفنون